اشتركوا في القناة خلينا نبلش شوي نحكي عن جلسة اليوم اللي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب جلسة انتخاب الرئيس اللي تزيمنت مع ذكرى ايضا ذكرى 13-20 اللي قد ما يمر الزمن عليها خلص يعني في احداث لا تنسى في احداث لا تمحى من الزكرة ولو مر عليها اكتر من 30 سنة هيدا الجلسة اليوم من طير النصاب هل تحالف حزب الله مع الطيار الوطني الحر وقدى لهذه النتيجة اول شي بها المناسبة منعزي اهالي شهداء 13-20 منعزي زوجاتهم منعزي ولادهم ومنعزي امياتهم وبياتهم وبنفس الوقت منهنيهم هي تعزي مع تهنئة لانه هن اللي صنعوا اذا بديك شي اسمه كرامة وطنية طولت لحتى فرخيت طولت لحتى زهرت عند اللبنانيين ولكن بعد 15 سنة زهرت وزهرت كتير فلا بسيال الحديث منشوف وين زهرت نحن تاني شي بالنسبة لجلسة اليوم جلسة اليوم من الاساس دعوتها مش جدية حضور منه جدي والتالي اذا الدعوة مش جدية والحضور مش جدي حكما بده تيجي النتيجة غير جدية تقصد برأيك الرئيس بري يبعث رسالة للفريق المسيحي وتحديدا للتيار الوطني الحر تقصد انه يحط الجلسة بهذا التاريخ ولا سهوا مثل ما قال دولة الرئيس بري وكل المسؤولين في لبنان يعرفون انه هذه الجلسة ما رح تفضي لمطرح ولا رح تبدي لرئاسي جمهوري وبالتالي ما يعني رح تبيس سياء الطبيعي للامور اذا بديك اللي هي مش جدية كلها سواء الرئيس بري والجميع يعني مش بس دولة الرئيس بري طيب بس مواقف الاطراف المسيحية ما طرحت علامات استفهم برأيك يعني القوات اللبنانية قررت تشارك وشاركت بكامل نوابة حتى النائب ستريدة جعجع اللي تغيبت عن اول جلسة كانت حاضرة اليوم الكتائب اللبنانية ورغم التويت الشهيرة اللي عملها سامي الجميل عن ذكرى 13-20 وكيف كان يوم اسود بتاريخ لبنان رجعوا وشاركوا بالجلسة اليوم ومسيحيا وقف التيار الوطني الحر وحيد علما انه هاده الذكرى ما بتخص بس التيار الوطني الحر هيده ذكرى تتعلق باستشهاد الجيش اللبناني وبسقوط الشرعية اللبنانية انه انا يعني باستغرب لأي حضرتك مستغربة هدا الموضوع هدا موضوع طبيعي يعني 13-20 منو موضوع اجماع وطني منو موضوع اجماع وطني عند الجميع بالكارثي اللي حلت بالجيش اللبناني وبالشعب اللبناني والتأخير اللي صار بموضوع الحرية للبنان ككل بعض الأمور مثل ما هي يعني اليوم هي أبسط صورة كانت ناس بحسة هالأدبي جرحة 13-20 هنالي غريب احتل لبنان وقتل الجيش وقتل وقتل بغض النظر عن مراحل اللي قطعت ونحن تخطيناها والعماد عون أكيد تخطيها ولكن هناك فاقة أخرى لم تشعر بهذا الأمر كانت عندها نزم من نهر البيش إلى اكتشاف منطقة حرة يمكن جديدة والآخر شي فإنه شي طبيعي كثير إنه يوم القصف السوري على الشرعية أنا ذاك إنه شي طبيعي هو يقصف 17 ألف أزيفي لأنه ممكن متفق مع غازي كنعان يعني إذا منحكي بيقولوا بتكون تفتحوا جروح وإذا سكتنا من خاف الحقيقة تنطمس للأجيال اللي جاي نعم هناك من قصف على الجيش اللبناني 17 ألف أزيفي من المسيحيين على المسيحيين في الجيش اللبنان اللي كان متنوع وطنياً لدخول السوري إلى لبنان طيب هلأ اللي قصف 17 ألف أزيفي بدك تستغر بإذا راح اليوم على الجلسة المجلسة نيابية يعني مثل واحد على عقوبات دولية وخيف من من زبط من البوليس البلدية مع احترامي للبوليس البلدية إنه شي طبيعي أمر طبيعي جداً تصرفهم اليوم متصلحين مع نفسهم ومع بعضهم اللي هو لاوطني برأيان بس على الأقل يعني حفظاً لماء الوجه الكتائب مش كان مفروض تتغيب عن هذه الجلسة التيار الوطني الحر من دون ما حدا يطلب منه أخذ قرار بمقاطعة جلسة 14 أيلول لأنه ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل الرئيس بشير الجميل اللي عنده مكانة بالمجدان اللبناني وبالمجدان المسيحي يعني الكتائب منا معنية مباشرةً بذكرى 13-20 وبالأصف اللي عم تحكي عنه هذا بيتعلق بالقوة اللبنانية الكتائب موقفها كيف بتوصفه؟ ليش هالموقف؟ مش بس هدا الموقف الكتائب من فترة أكتر من 5 سنين لها لا بالحقيقة إذا بدك تتابعي المنطق بين المواقف السياسية ما رح تلاقيه هناك شعبوية هناك ردود فعل وبالسياسي ما بتمشي هدي الأمور السياسي بدها استراتيجية على المدى البعيد بعدين إذا بدك نحلل نحنا هل هو 13-20 بحد ذاته كرقم بيعني لهم لا يعني لهم اللي ورا هيدا الرقم يعني بالنهاية ما نهيني عليهم اللي صار من يومين بيترسيم الحدود منه أمر سهل هذا كمان نحنا بنكون منطقيين في ناس أكل بوكس سياسي كتير كبير بهذا الأمر الأضية لا أضية حدود بحريما العدو الإسرائيلي ولا أضية غاز الأضية أضية رئيس أمريكي باتصال مع رئيس جمهورية لبنان أعلن بطريقة مبطنة من هيك بيشتغلوا رفع الحصار رفع الحصار عن لبنان كدولي وكوطن ونحنا وصلت الأزمة للبيك ونحنا بلشت تنزل واليوم كان مبارح كان أول يوم بانطلاء مرحلة جديدة من تاريخ لبنان اللي بعد فيها أزمات وبعد فيها ناس بدأت تضرر ونحنا رايحين لشي جديد وهذا اللي كنا عم نقوله دايما وهي المراحل عم تنطوق دايما خلال نحكي شوي بملف الترسيم كونه أصلا اليوم أصير داخل المجلس النيابي والرئيس بري صار فيه كمانا تواصل اليوم بين الرئيس عون ورئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس بري طلب أنه تتوزع نسخة عن الاتفاق على النواب للاطلاع عليها أول شي بعدني بذكر أنه من أسابيع حضرتك كنت ضيفنا وكنت يعني قبل ما يرجع يتحرك ملف الترسيم كنت جازم أنه الترسيم سيحصل حتما وأنه نحن واصلين إلى هذه النتيجة الاتفاق صار بيبقى التوقيع من الجانب اللبناني أول شي خلينا نفند هيدا الاتفاق اللي نقصم حوله اللبنانيين ونقصم تحوله وجهات النظر البعض رحب واعتبروا انتصار مثل رئيس الجمهورية رئيس مجلس النيابي التيار الوطني الحر حزب الله سيد نصر الله قال هيدا اليوم فرح وزئيف البعض الآخر شكك خون واعتبر أنه لبنان تنازل وأنه نحن حدودنا التسعة وعشرين نزلنا على التلاتة وعشرين وأنه في صفقة مررت لذلك لازم يمرق عبر المجلس النيابي خليني بلش بآخر أصمم من السؤال اللي حضرتك طرحتي أنه نحن نزلنا عن التسعة وعشرين يعني فخامة الرئيس لهو مكلف بحسب الدستور المفاوضات نتنازل على التسعة وعشرين ويا لطيف هناك صفقة ما صايرة بهذا الإطار لحتى نخبرهم القصة الحقيقة وصار فينا نحكيها الآن أول شي حضرتهم كانوا إبلانين بالحكومات السابقة في 2019 بخط هوف وتصريح فلتمن اللي بيقول أنتوا يا في غاز أو ما في غاز وبتقبلوا بخط هوف الخط هوف المقابل الرقم اثنين مش سبعة وعشرين يعني كان أخذ كل الأخطوط وكل الزون لا قانا ولا ما قابل قانا كانوا إبلانين بالحكومة شو اللي صار هناك ترسيم للحدود البحرية قامت فيها الحكومة اللبنانية من حكومة الرئيس المئاتي السابقة نحن نحكي نحن 2013 اجت شركة بريطانية هي التي رسمت الحدود البحرية ما كان عندهم تقنيات يقدروا مثل اليوم بتستعين بالأقمار الاصطناعية وهذا أمر تقني شرحه لي بعض المسؤولين التقنيين ولكن أنا مش مخابل فوت بتفاصيله دي جاما بدي نضيع المشاهدي إنما طلع معهم هني إنه الخط 23 هو الخط الصحيح وحتى إذا بدك إلى بجهة لبنان أكتر يعني خسرانين قبل 23 حوالي 7 كيلومتر أيضا الجيش اللبناني كان عم يشارك بالترسيم أنا ذيك مع الشركة البريطانية بعد فترة لما تحرك الملاف بعد 2019 وبالتالي لما استلم بعد استلم الرئيس عون الجيش اللبناني استحصل من الجيش الأمريكي على أدوات ممكن تساعد على ترسيم الحدود البحرية تبين مع الجيش اللبناني إنه لا نحن الخط اللي بيعني لأنه هو الخط 23 وبلس يعني فيه بعد 23 حوالي خمسة كيلومتر ستة كيلومتر مبينين بالاتفاق اللي صار اليوم على الإعلام وبالتالي بلغ رئي رئيسة الجمهورية وبلغ الحكومة الجيش اللبناني إنه نحن زايد عنا الخط عن الشي اللي قبلته فيه سنة 2019 ها نعم نحكي نحن ببداية 2021 بناءا لذلك رئيس الجمهورية بعت رسالة لأمم المتحدة وطرحها على المجلس الوزراء وقال لهم جاو حركوا المرفع جديد مع لجنة النقورة لجيش اللبناني عنا الوسيط الأمريكي وعنا اليونيفي اللي ساهمت بجزء كبير منه كل الناس عم ترون لتلاتة وعشرين زيدي عليا إنه الإسرائيلي حاول من ثلاث أربع تيام شفنا شو عم التورنيور اللي عبيعملها كين نتنياهو ما في حدا بإسرائيل كلها عند كحكمة عدو وكشعب وكمجلس كنسة ما في حدا منهم حتى الأجهزة الأمنية مش مقتنعة عندهم إنه هذا هو الخط اللي نحنا لازم بعد ناخد أكتر ولو للضغوط اللي مرسى الرئيس بايدن ما كان نحنا مشي الترسيم لهذه بتفوت بمصالح دولية بعد في حدا بيجيكي بلبنان بيقولك نحنا خسرانين وهنحنا متنازلين طيب إذا لبنان متنازل والإسرائيلي كمان مش قبلين من الربحان بهذا الموضوع في حدا تالي تأخذ المياه البحرية الإقليمية اللبنانية أو الفرسطينيين ما في وجهة نظر هون بتقول إنه لأ هذا توزيع أدوار بالداخل الإسرائيلي اللي صار وإذا كان فيه خلاف بين حكومة يائير لابيد وبين يمين نتنياهو إنه الخلاف ميم بيأشطنا أكتر بس لخسارة واقع علينا بيقولوا إنه حدودنا التسعة وعشرين بيحكوا عن قصة حق القانا وكيف توتال هي رح تعطي التعويض للجانب الإسرائيلي وبيسألوا إنه هذا التعويض من كيس ميم بده يكون من كيس توتال فعلا ولا من اللي رح تستخرجه من هذا الحقل بقلب هيدا الاتفاق فيه شي كمان طرح يتحوله علامة استفهام بيتعلق بأنه أي مشكل بيصير حول تفسير هذا الاتفاق تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي مخولة تعمل الوساطة وكأنه نحن شلنا دور التحكيم الدولي وخلص سلمنا قبطنا لأمريكا قديش كل هالشي اللي يصار بمكانه أنا بديسأل سؤال إذا بتسمحيلي مين الكتلة النيابية اليوم اللي مش موافقة على الترسيم الحدود اللي صار بيننا وبين العدو الإسرائيلي بالوساطة الأمريكية حدا يطلع يقف يعمل المؤتمر الصحفي ويقول نحن مش موافقين الكتائب انتقدوا نواب المجتمع المدني انتقدوا قالوا نحن حقنا نطلع بمجلس النواب لم ينتقدوا طلبوا أنه يطلعوا طيب صار بين إيديكم ونصار الاتفاق بين إيديكم ونترجموا لونيا حتى ومشكورا أن دولة الرئيس بوصعب طيب شو بقع بدون يعمل الدراسة ويشوف الأمور اللي هو بيعتبر حاله أنه مغبوم فيها كالبناني وكالبنان ونحن رح نكون معه مش ضده اطلاقا يروح يشتغلوا بالإيجابية المطلوب بيعمل مؤتمر صحفي بالمجلس نيابي وإذا ما هو كان مقتنع فعلا بهذا الأمر بيطرح بيقدم مشروع عنون معجل مكرر على المجلس نيابي من بعد ما أكيد يوافق رئيس جمهورية ووقع عليه مع الحكومة ويعدل ما يجب أن يعدل عشو عملين هلا يسكل أمان إحنا بالإعلان بيحكوهاك بيتلتقوا بالسفير الأمريكي بيقولان إحنا مية بالمية معك عامين عن طلطش هاو ممثلين عامين عن طلطش على نواب المجتمع المدني ما بعرف إذا مدني ولا كلش بعد فيه مدني وغير مدني ما كلهم بوطأ واحد يبحثون يعني اللي عم تقوله باختصار عم يعملوا مزايدات قدام الناس أنه نحنا حدودنا أكتر ونحنا بدنا أكتر ونحنا خسرنا حتى ما يعطوا حتى هذا الإنجاز لرئيس الجمهورية وهن من تحت الطاولة متفقين وعم بيرحبوا قدام السفيرة الأمريكية لأنه يمكن ما بيتجرقوا يعطوا غير موقف لا بيسترجوا يرحبوا لا بيسترجوا يعترضوا بهالنوترالتاب يعدوا قدام السفيرة شو اعتبرتوا نكمبارس يعني بالمشهد ولا شيء ولا شيء وشو هي أنه ولو متفاجأ أنه اللي عم يسمعنا هلأ كمين ممكن يتفاجأ إذا قلنا أنه هذي الجماعات يأتمرون بالأمريكيين 100% مع احترامنا ومع تقديرنا للديموقراطية والحرية الأمريكية وللوساطة الشريفة اللي عملها الأمريكي اليوم أوكشتاين وغير أوكشتاين وللرئيس بايدن كمان اتصاله بفخامة الرئيس الجمهورية نحن ما بدنا نحن منى هيك بالمطلق غير معنيين بالأمريكيين لا نحن كمان بدنا نكون عنا صدقات خارجية ومنا الولايات المتحدة الأمريكية التي نفتخر بها بس المشكلة أنه نحن يمكن أن نقول نعم ويمكن أن نقول لا غيرنا لا بيقول نعم ولا بيقول لا يمشي بالأوامر طيب سؤال سامي الجاج عمباريح عطى تصريح من بعد تصريحه السابق اللي كان قال فيه أنه القصة كتير معقدة وما فيه ترسيم قريب مباريح بتصريحه بيقول أنه ما فيه داعي الرؤسة يهلله لهيدا الاتفاق لأنه كان لازم يصير من 6-7 سنين وبالتالي نحن مأخرين وأصلا ما قالوا نفضل فيه ما هو الغاز أصلا موجود بالبحر شو بتريدي أنه أنا الهلأ ناقش بحديث الدكتور سامي جاجع شو بتريدي أنا عم فتش على نقطة ابني عليها فكرة لحتى صيغة بالصراحة أنا ما عملي فكرة صيغة حول لأنتقد أو لرحل بحديثه شخص بيستقبل السفيرة الأمريكية اللي منحترامها ومنحبها قبل بيومين من مقبلته الأخيرة وبيرجع بالمبل بيقول خلص الترسيم راح إلى غير رجعة وقصة عويصة كتير بقال من 24 ساعة يعلن الأمريكي أنه خلص الترسيم ويبلغ الدولة اللبنانية ورئيس دولة أمريكا التي نحترم يتصل برئيس جمهورية اللبنانية تب خي تب شو بتعملوا شو بتحكوا أنتوا الأمريكيين بس تعدوا أنتوا لأ عن جد بها البساطة أنا عم بطرحها الإشكالية أنا إجت لعندي إجت لعندي سفير أي دولة هناك ملف شئك بيني وبينها شو بحكي أنا وياها عدت ساعة واثنين وشو بحكي شو بسأله وشو بتجاوبني أنا بعتقد أنه هناك هناك الكثير الكثير الذي يجب أن يتعلم منه الدكتور سامي جعجع من بعد ترسيم الحدود اللبنانية هذا درس تلقنه تحضيرا إذا بدك أو ما بدي أقول استباءا تلافيا للآتي معه هو هذا درس ما إلنا غير بعضنا كمسيحيين وما إلنا غير بعضنا كوطنيين ولبنانيين منختلف قد ما بدك مع الآخر بس في حدود في سقف هو السقف الوطني ليش عم بتلمح وكأنه هناك من تخلى عن سامي جعجع أنه هلأ لأنه صار اتفاق الترسيم يعني خلاص بطل هو إذا بدك بعبر عن وجهة النظر الأمريكية عن وجهة النظر الخليجية بالداخل اللبناني فقط لأنه مش الترسيم بصراحة أنا شخصيا مبلغ أنه فينا نحنا كلبنانيين نكفي بحياتنا اللي فعلا لعبنا دور فيها رائع جدا على مدى 100 عام من دون أحلى العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الدول الخليج دون استثناء دولة دولة وإمارة إمارة ومملكة مملكة وحتى مدينة مدينة وأيضا مع الإيراني ومع الصيني والهندي والروسي وبالتأكيد مع الفرنسي والأوروبي اللي نحنا فرانكوفونيين هيدا دور لبنان بس نحنا مش لازم نكون عملاء لأحد لأنه بمجرد ما توصي بعلاقة مع أحد خسرتي الباقيين لسيما كمان أنت على باب أزمة دولية الدول مش متشاركة مع بعض الأراء زيتها لها الغواصان كله أنا أنتقي للبنان ما يناسبني للمصلحة الوطنية نحن ما عنا عدو إلا العدو الإسرائيلي طبعا نحكى كتير بس هلأ عفكرة على قصة العدو الإسرائيلي خصوم حزب الله صوبوا عليه لهذه الناحية وإنه اتفاق ترسيم الحدود أسقط حجة حزب الله المتعلقة بالسلاح حزب الله سيتحول برأي الخصوم إلى حرس حدود بالمرحلة المقبلة وبالتالي تنتفي الحاجة إلى السلاح أولا وهو يعترف بدولة إسرائيل اللي بيقول أنه نحن ممنع ترف فيها هالاتفاق اللي أخدناه كدولة لبنانية أخدناه بالطراضي وبنينا على ضمير العدو الإسرائيلي اللي تاريخيا عنده ضمير رائع بين هلالانا ما بده حدا يقططعه ويصدقونا يعني بنيناها على مبادئه أو بنيناها على قوة الرادعة اللي موجودة عند الجيش اللبناني والمقاومة بالجنوب لأجبرته على عدم استخراج الغاز من كريش لكننا رسمنا واخدنا تعهد دولي بترعال وليت المتحدة لإستخراج غازنا لا نحن أخذناه بالقوة بقوة شو؟ بقوة سليح حزب الله بتهديده بصواريخ والمؤتلين المدربين والمسيارات أعلن الإعلام عن ثلاث مسيارات أنا معلوميتي أكثر من ثمان مسيارات أنا معلوميتي أكثر من ثمان مسيارات وفي وحدي وقفة فوق السفيني وتركت وقع عنده نعم وصار هيك حالي نقول لي مش هاملي متفجيرات بس اليوم شو مصلحة حزب الله أنه نوصل لهيدا الاتفاق يعني بالسياسة هو مش كان مصلحته أنه نضلنا بحالة عداء مطلق مع إسرائيل حتى من دون رابط نزاع ولو بشكل غير مباشر يعني البعض كتير عم يحكي عن هذه النقطة أنه هو خصوم حزب الله عم بركزه عليها بشكل أساسي أنه اللي عمل الاتفاق هو حزب الله مع إسرائيل عبر الدولة اللبنانية لأنه حلفائه اللي فاوضوا ولكن الاتفاق حزب الله عامله بالأوهام بيقدر واحد ينوهم قد ما بده ولكن حزب الله هو مكون منها الدولة اللبنانية اللي فاوضت بشخص رئيس الجمهورية وأكيد كان الزعماء اللبنانيين بالصورة باللي عم بيصير إنما حالة الترسيم اللي صارت اليوم والاتفاقية اللي رح يمضيها لبنان وبعدين عبر الأمريكيين للعدو الإسرائيلي بالنهاية في عندك عدو على حدودك تبين للزمن والقدر وما بعرف ليش الحظ هك طلع أنه فيه ثروة نفطية على حدود تماما بيننا وبينه يا بدنا نترك يسرق هو كلها لبنان ما كان محمس تير للبلوك رقم 9 إذا بتتذكري كنا مهتمين بالأربعة وبالشمال إنه هونيك في إسرائيل طيب إسرائيل استعجلت وبدأ تشيله وتسرقها ويمكن تكون القبار متصل ببعضها تحت استعجلوا طيب شو بدهم يعملوا؟ رسموا الحدود معهم عبر الأمريكيين وخي يهدأ إلك وهيدي حصتي أنا وإذا فيه شي مشترك توتال هي بتدفع لك الفرق لا رح حدا يزور القدس وشو هالحكي؟ هذه نوعا من الأوهام في البعض عم يزدتها اليوم بالإعلام لا تشويش على الانتصار التاريخي اللي صار أنه لبنان بطل مستهدف ولبنان نشال عن الحضر الأمريكي إذا بديك وصار دولة نفطية عظيم خلينا نحكي هون بعد عندي كم سؤال بالترسيم بدأ أرجع أحكي مطولا عن رمزية الاتصال اللي صار لأنه شي ضروري ومنه تفصيل أنه الرئيس الأمريكي يتصل برئيس الجمهورية اللي هو بآخر وليتور بقبل بقل من عشرين يوم بس نحنا اليوم ننتظر الإسرائيلي يمشي بهذا الاتفاق مثل ما هي الأمور مرجحة عندهم مهلة 14 يوم إذا استنزفوا كل هذه المهلة يعني نحنا بيبقى عنا أيام قليلة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون للتوقيع ولكن التوقيع حتما سيتم ضمن هذا العهد صح؟ نعم بالتأكيد هذه محسومة نعم وشو قصت العقوبات على جبران باسيل كمانا من ضمن الروج فور توقيع هذا الاتفاق أنه من ضمن هذا الاتفاق غير المعلن أنه تنازل لبنان رئيس الجمهورية تنازل مقابل رفع العقوبات الأمريكية الموضوعة على جبران باسيل وهذا عم بيقوله أنه رح نشوفه بالأيام المقبلة وربما الأسباع القليلة جدا المقبلة طيب لو جبران باسيل ورئيس الجمهورية بيفكروا بهذا الأسلوب لاي من الأساس ما عمل ديل جبران باسيل مع الأمريكيين وعطوهن اللي بدوني وما وصلنا لها وما وصلنا لها العقوبات ولها الكل اللي شفناه من مصخرة من 17-20 لليوم صحيح لاي ما فات فيها من الأول شو بينقصوا الزكاة ببعد الرؤية ما بدأ تحليل كتير ما الأمريكيين كانوا عرضين عليها للوزير باسيل أنه بعود عن حزب الله وعطينا خط هوف وبالتالي فينا نتوجه نحن بياك سوى لرئاسة الجمهورية أنه هذا مش سر ما الرجل طلي حكية بيمقابله وما نزل ولا بيان نفي من أي سفارة أو من أي جهة تاني لاي ما عملوا الدير الرئيس الجمهورية مع الأمريكيين قبل ما دام بدوا يتنازلوا لا لأنه ما في تنازل هاي هي الحقيقة لأنه ما في تنازل هني كنا عم يطالبوا بهوف وإذ أخذوا كل الحقوق اللي منوطة بلبنان نحنا رح نترك لربما لربما في قلنا حق يا عمي في حدا كتير فهلوي ما كل هالمتخصصين مع الوزير بوصعب ما اكتشفوا ليش بدنا نحط فيتو خلي روح يقدم اقتراحه وخرايته ودراساته وهلوم كلنا سوى بوجه العدو الإسرائيلي ووجه الأمريكي إذا كان نحنا في حق المغبون ولكن نحنا هالمرة وراهن تفضلوا أنا بتحديهن إذا واحد رح يعمله كله هيدا كلام إعلامي وكلام بلطعمي كلام الإعلام للناس لحتى ناسهم هني هيك نوع من الغوغائي أنه لم ينجس شيء وبدوا الناس ضل بالفقر وبدوا الناس ضل عايشي بهالمستوى هذا وبيه مستوى متدني أخلاقيا إذا بديك أنه حتى نفط نحنا ممنوع نشيل القطار سبقون وصاروا بعاد عن القطار وكانت النصيحة بجمل هون اللبنانيين بيسألوا عظيم صار هذا الاتفاق اتفاق تاريخي اللي بدكيه بس نحنا كاللبنانيين شو جاينا طالما المنظومة لا تزال نفسها المنظومة اللي ورطتنا بيدين فوق المئة مليار دولار مين بيقول أنه رح تكون حريصة فعلا على أموالها السروة النفطية ومين بيقول أنه فعلا الحصار رفع عن لبنان يعني حضرتك ارتكست على الاتصال اللي صار بين الرئيس الأمريكي والعماد ميشيل عون وين استشفت بهذا الاتصال أنه فعلا الحصار رفع وراحين لمرحلة وردية الاتصال اللي صار بين رئيس جمهورية أمريكا ورئيس جمهورية لبنان هناك تفاصيل فيه نعم أول شي طرق بالاسم لدوتر رئيس بوصعب وهني على ديناميكيته وعلى مجهوده لتقريب وجهات النظر بالتنسيق مع أوكشتاين اللي هو ممثل شخصي للرئيس الأمريكي طيب خلينا نحنا اللي ما بده يحلله وهني عارفين بس نحنا رح نوضح لهم أكتر الياس بوصعب ينتمي إلى أي كتلة في لبنان وهو ينتمي إلى أي حزب وينتسب إلى أي حزب طيب ما نحنا من سنة كانوا عم بيقولوا كل المقربين من الوزير باسيل هنالك عقوبات جايب إليهم صارت الإدارة الأمريكية عم بتشيط فيهم أنه بدهم يعني الرئيس بايدن يقول بالحرف نحن نشيط بديناميكية الوزير باسيل خليني هون وضح لك كمان شغل الوزير باسيل كان عم بينسق وعم بيتابع موضوع الترسيم الحدود خطوة وخطوة باند باند تكليفا من رئيس الجمهورية والوزير باسيل والوزير بصعب كانوا على تواصل لحظة ومش بالساعات ولا بالليوم والأمريكيون بالأجواء وفوضوه مطورا حول هذا الأمر وكانوا يتمنون من الوزير باسيل أتمنى أن يتحدث هذا الأمر هو بتمنى يعلون هذا كانوا يتمنون أن يتنزل عن بعض الأمور الأكتر إذا بديكم بارح رئيس تحرير جريدة الأخبار وكشف عن جزء مهم من المفوضات بين الوزير باسيل وبين الأمريكيين كانوا يفوضوا بالمباشر بين أكشتاين وبينه هو ولم يتنازل عن شيء اليوم بعتقد أنا بلبنان بالسياسة ما في روح رياضية الخاسر لا يعترف وصاحب الحسابات السيئة واللاوطنية واللاأخلاقية لا يعترف ما بيبهدل قدام جمهوره ولكن أنا سعيد جدا باللي عم بيصير خلي الناس تشوف خليها الطبقة المحايدة المثقفة الرائعة في لبنان اللي انخدعت فيهم بكل هالأزمة اللي مرت على لبنان اللي هي أزمة مفتعلة وهن أدواتها بالداخل لحتى يلضر بوصورة شخص اسمه ميشيل عون بس هدا اللي عم يحاولوا يعملوا على مدى خمسة أو ست سنوات وأنا كمراقب عم أحكي هدا الموضوع أنا لا أنتمي لأي حزب ولست مقربة يمكن فخامة الرئيس أنا شفته مرة وحدة بكل عهده ولا عشر دقائق بحكم عملك إعلامي وغير هاك نحن ننظر إلى الجميع وأنا أتمنى أنه يصير فيه وحدة بين المسيحيين بهذا الظرف الانتقال اللي عم بيصير وحدة مبارح طالبين التيار ردوا عليهم القوات بقصة الزيارات اللي بدون يعملوها كرميل الورقة المتعلقة برئيس الجمهورية قالوا ما بدنا نستقبلهم هلأ مجرع من نحكي عن الموضوع بس تفضل أنا أتمنى أنه يتوحدوا المسيحيين بهذه المرحلة مش وقت ديمقراطية هلأ مش معتوا حريات هلأ في مصيرهم بالدأ ولكن للأسف الشديد هناك ما لا يمكن أن يقبل أنه يتوحدوا المسيحيين وأنا صار عندي إيها يقين لأنه لأنه وتحديدا الدكتور جعجع ما بعرف ليش عبي يعمل هيك أنا ما بعرف مين المستفيد أنا ما بعرف من حوالي الشهرين صار في حركة بين نواب الطيار الوطني الحر ونواب القوات اللبنانية في المجلس نيابي إذا بتتذكر وي بتتذكر الجمهور وأخذوا صور راب من بعضهم وأخذوا صور عبي مزحوا مع بعضهم وريحت الشارع المسيحي ونحن ساعدنا قد ما منقدر بهذا الموضوع وخذنا بعض الاتصالات بهذا الموضوع وإذ فشلنا ونبه على أن يتواصلوا معنا وأنا شخصيا كنت منذ مجموعة على قد حجمنا منقدر نسند إذا بديك يمكن مفعولنا منيح ولا الله بيعلام وبالتالي فشلنا وقفهم وقفهم وقلهم ممنون ليش؟ ما بعرف بقرار منه بقرار خارجي ما بعرف الخارجي هو شخصيا وأوقف هذا الأمر بينما كان جبران باسيل دافعا بهذا الاتجاه أساسا في الإعلام البطرق المروني حاول جمعهم سامي جميل وفا سلمين فرنجي وفا جبران باسيل وفا لماذا لم توافق دكتور جعجا؟ من المستفيد؟ الرئاسي خلصت أنت بتعرف أنه ما في أمان؟ يعني هاي الأداء ممكن يصير قبل الانتخابات بتعرف قبل الانتخابات كل حدا بده يعلي السقف كل حدا بده يشد العصب بس بعد الانتخابات عادة الكل بروح بإطار التسويات والهدوء أكتر ليش سامي جعجا؟ رفض هيدا اللقاء برأيك بتحليلك ترسيم الحدود هيدا هيدا خالص من أول الـ 2021 من أولا بطلب من ما بدا نسمي كتير من بعض الأحزاب المسيحية من الأمريكيين وغير الأمريكيين قالوا لهم دخلكون أجلوا لأنه نحن وصلنا على انتخابات نيابية وهذا يعتبر إنجازا لمشي العون أجلوا لهم يقول لها لاتبراح تخلص ويليتو برك يراحوا بالفراغ بدون يخلصوا حدودهم لعدو الإسرائيل اللي عم يضغط على الأمريكي كان بالبداية قبل ما يتراجع مؤخرة نعم إنه قالوا لهم سير نيكم بالانتخابات وبالتالي خلاص قطعت الانتخابات ما قدرتوا تنهو أخذ يعني ما يجب أنه ياخدوا تراجعت شعبيته جزء يسير قدام المصاري اللي اندفعت قدام الدخل الإعلامي بدوا نيهن كمان يأجلولون ترسيم مرة تانية هون رفض الأمريكيون وبالتالي راحوا للترسيم الأمريكي بني هي براغماتيك ينظر أنه أنت متحالف معي ولكن أنت تأخذ ولا تقدم شيئا ولا تستطيع أن تقدم شيئا والناس مزاجة بمكان آخر دكتور بس نحن هلأ مفروض يعني نصدق أنه مرحلة الضغوط القصوى على لبنان ومرحلة الحصار اللي نعمل على لبنان الحصار السياسي والاقتصادي هيك خلص ما هن مشكلتهم الأساسية كانت مع حزب الله والدور الإقليمي اللي عم يطلع فيه حزب الله هذا الشي ما تبدل لا قبل الانتخابات ولا بعد لا قبل الترسيم ولا بعده ليش بده تكون خف الحصار عن لبنان بقدر إليك شغلي ما في مشكلة غربية مع حزب الله وشو مشكلة؟ من تعاطي ميشيل عون مع حزب الله ممنوع هن الغرب يتعاطى مع الحزب وين الخلاف الأمريكي مع حزب الله هلأ بترسيم الحدود ما صار ترسيم حدود بين لبنان والوسيط الأمريكي يعني تواصل مع لي يسبو صعب بس كمان في تنسيق مع كل الطوال اللبنانية ما حطوا شرط إنه ليش بأن يتدخل حزب الله في هذا الترسيم نسوه لحزب الله ايه بس ها النقطة يعني شو تبدل بالعلاقة بين ميشيل عون وحزب الله حتى يكون خف الحيصان دعني أعطيكي أكتر من هيك برهان نعم اليوم بنقص اللي عم تسببوا أوبك بقراراتها بتراجع بتراجع بالإنتاج اليوم يعني بين السعودية وأمريكا من عم يعود النقص بالسوق الإيراني الإيراني هو الذي يعود النقص في السوق وهو الذي زاد منذ سبعة أشهر لها مليون برميل زيادة عم يضخوا بالسوق العالم تحت أعين بطلب إذا بديك أوروبي بالدول بدون إنه نحن بلبنان يكون عنا خلافات رهيبة وربما حرب بكل ما للكلمين معنا بين كل المكونات الوطنية من جهة وبين حزب الله من جهة إنسانية طيب تعقب جمهران باسيل لأنه في علاقة مع حزب الله بس لمن إجا الوزير الرئيس مكرون لهون بلغوا للسيد محمد رعد للحج محمد رعد أنه سلم لي سلامتي أو بودي سلامتي للسيد نصر الله هني وفي لي من أسر صنوبة طيب كيف بطل إرهابي حزب الله في مشكلين بتعاطينا نحن كمكون وطني مع حزب الله هذا هاي المشكلة مع الغرب ما في مشكلة بالعمق بين الغرب وبين حزب الله هني بيعرفوا أنه منه إرهابي هو مقاوم طيب هيدا الاتفاق اتفاق الترسيم كيف رح ينعكس على بقية الملفات قال له إنعكاس مباشر على ملف رئيسة الجمهورية يعني لما حضرتك بتحكي نحنا فتنا بمرحلة جديدة بس هنا بعد قبل عندي سؤال فتنا بمرحلة جديدة المنظومة داخلية شو بدي بالموقف الخارجي ما نحنا عنا مشكلة داخلية قبل ما تكون مشكلة حيصار خارج عنا مشكلة فساد داخلي عنا مشكلة كرتلات عنا مشكلة تشابك المنظومة بين بعضها لبعض هاو دي بعضهم متل مهنة هاو رح يوقفوا يتفرجوا يعني يكتفوا إيديون يتفرجوا على ميشيل عون وشبران باسيل ومرحلة جديدة للبنان ولا بقمين بطل إلون دور برأيك أنا على ثقة أنه كل زعيم فاسد موجود في لبنان هو مزروع زرعا بقرارات خارجية لضرب لبنان وللتصغير حجم لبنان الاقتصادي ولحتى يسرقوا منا بعض الدول الإقلمية اللي عتوافق مع الغرب الدور اللي لعبوا لبنان وبخاصة الدور الخدماتي اليوم لا مصلحة للغرب بأن يبقى الفساد قائمة في لبنان لا في زعيم فاسد رح يتوب ولا في غرب رح يصير يتعطى معنا من ناحية الروحانية القديسي وبالتالي بهالضمير الصافي هناك مصالح لا يمكن للغرب أن يستثمر في الغاز أو يستثمر بالغاز في شواطئ لبنان وربما بالبر قريبا لأن أوروبا عندها أزمة حادة لم تشهد لها مثلا منذ أكثر من مئة عام بما يختص بالطاقة بمواد الطاقة هذا الأمر يستوجب عليهم التفتيش عن آخر بئر غاز أو نفط بأي زاوية بالعالم من هيك نحن مضطرين يرسمون لنا حدودنا مثل ما شايفيه وكمان الأمريكي حل مشكلة المشكلة إلى 15 سنة بين قبرص وبين إسرائيل بأحد الأبار أيضا حلوا مشكلة بين إسرائيل ومصر أيضا إلى أكثر من عشر سنين صوري مش مصر بين إسرائيل وبين غزة وبئر كبير جدا حلوا له مشكلته إلا من 2008 وقف اسمه بئر غزة وبالتالي حلوا من حوالي الأربعة تشهر عم يجمعوا أبار الطاقة لأنه جماعة مضطرين لإله من أجل ذلك إذا الاستثمار بده يكفي لا يمكن يكون فيه فساد هذه شركات تستثمر بمئات مليارات الدولارات ما بتقدر تحمل الموظف بيوقع أو وزير فاسد بيوقع لا تدفعوا لها ما بتنحمل بيعمل حرب عالمية عليها بتركي بإدارة نظيفة مناقبية لأنه هي ما صلحة فيها مش أنه بتحبنا وبالتالي تتعاطي مع دولة شوفي البلدين العربية والإقليمية كلها كيف عملوا منهم دول محترمة لآخر درجات الاحترام بالمناقبية وبالإدارة وبالنظافة مضبوط أولى من الأرواع بالعالم من الأرواع بالعالم يا دكتور بس عم تصور المشهد هيك وكأنه عن جد فيتين على مرحلة كتير جديدة خطات أمنية لأنه ممكن يصير فيه تخريب بهذه المرحلة بس فيه بعض الصحفيين الاقتصاديين تهكموا على موضوع أنه لبنان دولة نفطية وذكروا أنه فنزولا كمان دولة نفطية يعني المشكلة تتعلق بالداخل بالإصلاحات المطلوب نعملها وإذا ما نعملت نحن باقيين مثل ما نحن ويمكن أسوأ هون بحديثك عم تلي أنه هول الأشخاص الفاسدين وكأنه نقطع لهم ورقتهم خلاص نقطعت ورقتهم ممكن يظلوا موجودين بمركزهم ولكن بالممارس يتغيرون هلأ نحن شئنا أم أبينا نسبة الفساد والصرقة في لبنان تغيرت من 17-20 لليوم هناك فضائح نشرت الإعلام رح يضل بالوتيرة زيتها الإعلام بعد بدأ تقوى معنوياته أكتر من هك بس نتمنى بعض الإعلام يتحلى بالضمير كمان والله أطعت فضيحة جمعة الماضي ما حدا حكي فيها قصة الزعيم اللي نقل عيقارات 400 عيقار أطعت عادي لأنه بعد بلبنان عواميد الدولة بعد ما مكنت نحن عايشين حالة انهيار أنت لو بحالة طبيعية هون وقاضي محترم دغري بيستدعيه وبيفسخ هذا العقد اللي صار أو كل المنقلات اللي صار بيحولون على المحكمة اليوم نحن بمرحلة إذا بديك التحضر للبناء من جديد ولكن بعد نطرنا كتير بعد عنا فراغين وهودي الفراغين أنا لا أعتقد أنه سوف يتم تشكيل الحكومة أنا لا أعتقد أنه سوف يتم تشكيل الحكومة لأنه لكتير أسباب وكمان بالتأكيد رحين لفراغ رئاسي هذا أمر مؤكد بس لحظة لا تعتقد أنه سيتم تشكيل حكومة مين بيحمل بالبلد نرجع نفوت بالسجال الدستوري حول الصلاحيات وإذا الصلاحيات بتنتقل ولا ما بتنتقل جبران بيسير على السقف وقال لن نعترف بحكومة تصريف الأعمال يعني هيدا الجدل مش الكل بده يتلافاه وعلى رأسه نحس بأله التفاصيل أنت بتزهقي منها بالمحصلة لا يبدو أن هناك حكومة سوف تشكل ما في حكومة برأيي أنا بالمدى المنظور هلأ بيصير أعجوبة بأخر 24 ساعة لا أعتقد ذلك نحن ذاهبون إلى فراغين وهناك أزمة دستورية كبيرة لا تحل إلا بطاولة حوار ينتج عنها إذا بدك بعض التعديلات في النظام اللبناني المهترق ومنها نذهب إلى البناء هناك ما حدا يربح جميله هناك قرار كبير في هذا الأمر والجميع ذاهب إليه صاغرا الجميع ذاهب إلى هناك مطيعا صاغرا دون أي اعتراض بس هذه طاولة الحوار نحن عم نحكي عن مؤتمر تأسيسي عم نحكي عن نظام جديد ولا عم نحكي عن تطوير النظام الحالي وعلى حساب مين لأنه عم طول بس نحكي بتطوير النظام فيه فئة بده يكون على حسابها طائف كان على حساب المسيحيين اليوم بفتكر المسيحيين يعني هن على الأرض يحكم ما بقى في شي قدموا بهذا النظام على حساب مين أول شي خليني نصحح لك إذا بتسمحين لا المسيحيين مش على الأرض يحكم من ناحية الصلاحيات عم نحكي طبعا إذا بديك زبطي ولكن من ناحية القوة من ناحية القوة الدستورية اليوم عفوا القوة السياسية والقوة الوطنية والستراتيجية المسيحيون اليوم منتصرون مش عم بيحكي عن ما يتعمل أنا بالعمالي مع الغرب ما هو دي شو بدنا فيهون ما بيشبهونا نحن عم نحكي عن البعد الوطني اليوم رئيس الجمهورية انتصر بالستراتيجية وانتصر بالعسكر وانتصر على داعش وكل خياراته منتصرة وحتى اقتصاديا انتصر وتم وضع لبنان على الخارطة النفطية وهو الغرب يبارك له الغرب يبارك لأله وعملاء الغرب هون بيقولوا لا مش مزبوط هلأ هون شو بدنا نعمل نحن ما في داول هذا المرض بالنهاية المسيحي منتصر مش عملوا للباقيين خسرانين ولكن كمان بده تضل معنويات مرتفعة لانه فعلا هي مرتفعة عندما يجلسون الى طاولة مفاوضات رح تلمسي بلمس اليد كيف بده تكون تعاطي من يوم الرايح من الند للند من اجل مصلحة لبنان بتطبيقات الى 30 سنة كان لازم تتطبق من اللمركزي الاداري والمالي الموسعتين من المهل الدستوري اللي كانت مزحة اذا بدك رئيس حكومي بيروح وقد ما بده بيقعد 10 سنين بدون تشكيل حكومي او رئيس جمهورية ايضا بتجي النتاج الاستشارات ما بيدي الاستشارات واذا اخذها ما بيستدعي فيه رئيس حكومي اللي حتى يكلفوا يعني ما في شي ملزم دائما بده يكون فيه صافرة تحكم في الدستور اللبناني هون بده التطوير وبيعتقد انا لكل مجمع على هذا الامر بس رئيس الجمهورية اللي كان جازم بقصة حكومة تصريف الامال وانه لا تنتقل الصلاحيات لألا وطلع حديث بالصحف انه رئيس الجمهورية قد يلجأ الى خطوة توقيع مجسوم قبول استقالة الحكومة وهيك حتى يعني تصريف اعمال ما فيها تعمل انه بده يمرئها هيك انه بدون حكومة الزا الدستوري بيسمح له هيدا الامر فيه يستعمله فيه يستعمل الرئيس هيدا الامر وفيهن اللبنانيين ولو لمرة واحدة في هذا التاريخ السيء لحد هلا انه هنه يروحوا عقليا ومنطقيا ومن اجل مصلحة اللبنانيين وحقا اذا بدك للمشاكل والدماء يروحوا يعدوا كمثقفين كواعيين كحاملي مسئولي وطني ويتناقشوا انه فعلا فينا واقص مجروري يكون محضر الاتفاق مسبقا من احدى الدول وفي احدى العواصم العربية عم يحكوا وبالتالي يبلغوكم اياه وتجوا قطر يعني ما بعرف اذا قطر ولا مصر هناك منافسة في هذا الامر بيحبوا لبنان هذا امر ايجابي وانحكى عن مؤتمر بسويسرا كمان انه ممكن يصير شي وكالة سبوتنك اذا ماني غلطاني حطت خبر انه ممكن يكون في حوار بسويسرا ما بيقدر يحملوها تطوير للطائف بدولة اوروبي بكمان بدو شي بيكون منطقي هناك دولة عربية هذا امر ايجابي برأيي ان كان القطريين والمصريين لانا بيحترموا ولكن انا وفضل ان تكون في بيروت اين جبران باسيل في هذه المرحلة المقبلة ملف الترسيم كيف رح ينعكس على ملف الرئاسة لمصلحة مين بيصب اذا كان له انعكاس برك ما يكون له برأيك بل رح يكون له انعكاس كيف ما له انعكاس اكيد بدي يكون انعكاس لانه كل المحاربة اللي صارت والعرقلات اللي صارت سياسيا لجبران باسيل ولرئيس الجمهورية تنتهي بعد انتهاء مفعيل يعني اللي مرئي تكرمي له وتحديدا الترسيم من بيره مفعيله اكيد بلا تكون ايجابية بس هذا ما بيعني انه جبران باسيل مرشح لحد الساعة مش مرشح لانتخذية الرئاسية ولكن ننتظر وبيعرف شو المناسبين اليوم نحنا ما ما نقدر نقدر لمين الميزان طابش بالرئاسة صح بلا ما نقدر نقدر لمين اذا ما نقدر نقدر مش ضروري نحكيهن ولكن هناك امور في الرئاسة بتصير بخوتيمة الامور وبالتالي بالوقت المناسب بس مش كتير يرتاحوا يعني مش كتير يتطمنوا اللي هيك حاسس انا في البعض مرتاح كتير ومزيدة بالرياحة انه كأنه حذفنا اسم جبران بسيل او غير جبران بسيل من الرئاسة ممكن يجعي انطرح لا اعتقد انه لازم يحزفوا اي اسم حتى سامير جعجع يظل اسمه مطرور بس اليوم الاسماء المعلنة والمتداول فيها عندنا اسم ميشيل معوض عند فريق القوات الاشتراكة الكتائب بالمقلب الآخر في الورقة البيضة ومن تحت الطاولة فيه سيمان فرنجية عند حزب الله وكتلة التنمية والتحرير ليش تفجأت؟ حزب الله برأيك ما بيمشي بسلمان فرنجية عند حزب الله وكتلة التنمية والتحرير فيه شيء من المبالغة اذا بتسمح الوزير الفرنجية انا احبه واحترمه ولكن لم يرشحوه حتى الساعة ولا اعتقد انهم سوف يرشحون لا اعتقد ذلك لا تعتقد ذلك ليش؟ لتما يحرقوه مع من حط اسمه اليوم ولا لانه منه البلان ا بالنسبة لحزب الله برأيك الدنيا كلها عيرفي مين البلاء عند حزب الله كل الدول العالم وشعوب الدنيا عيرفي مين البلاء عند حزب الله وانت عيرفي وانا عيرفي ولكن لا يمكن الان حرق المراحل فلننتظر 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 احسن قدام مشهد الرئاسة ميشيل معوض يعني القوات كانوا عم يتأملوا انه يوصل لو عقدت جلسة اليوم الى ما يقارب الخمسين صوت انه بركي بيكون فيه نواب مستقلين بيلتفوا حول ميشيل معوض نواب اللي صوتوا بلبنان المرة السابقة كانوا عم بيعولوا القوات انه هالمرة بيعطوا ميشيل معوض وساعتها بيصير نواب التلتعش طبعا المجتمع المدني بيصيروا محرجين انه ما فيهم هنك جزء من المعارضة يدلوا بره بيلتفوا كمان حول ميشيل معوض ما صار منافس جد ميشيل معوض على الرئاسة ان شاء الله نتمنى له التوفيق انا بتمنى له كل التوفيق اذا كان جدي او غير جدي بكل الاحوال نتمنى له التوفيق بمسعاه يعني ولكن بين انك تسعى وبين انك تنال في مسافات كبيرة هيدا هيدا امور دولية اتمنى انه يكون القرار لبناني حتى لبناني مش ضبط ولكن انا بتمنى انه الاحزاب المسيحية تمرق بلحظة وعي انه اللي كنتوا عم تحضروا فشل هني بيعرفوا ونحن بنعرف شو كانوا عم يحضروا فشلوا الوشوشات للخارج وشوشات الخارج للداخل وقفت والمضللين اللي ضللوكم للخارج انه امريكا بده تضرب بصواريخ ايران وبده تضرب حزب الله وسوف نهرب كلنا بحرا الى قبرص وبلشتوا تتقاصموا المناصب نحن نعرف هالقد نعم اكتر من هالقد اكتر من هالقد بيجي يوم مش عم يقولوا فخامة الرئيس بده يفل نعم على بيته يرتاح بس مش مش رح يتقعد اكيد لانه هناك عمل كثير مش عم يقولوا بده يعمل بده يكتب مذكراته بهالست سنين اعتقد سوف يذكر كل شي ما كان يحضر طيب انتوا فشلتوا طيب نحن ما عم نقول بدنا نتشفى من حدا بس على القليلة روقوا خلينا نوقف هالأزميات المتتالة انتوا انتوا عم تستمطوها بالشارع اللبناني تبلقى امتين ما شفنا شو صار بالتسعة وثمانين والتسعين والأربعة وتسعين ما تعلمنا شي شوفوا انتوا انتوا ما تركتوا شي بشع ما قلتوا عنا وكتير بشع ب13 تشرين اليوم انه نسكت عن هذا الموضوع انا عادة ما بحكي لانه هايدي نكأ للجراح بس انتوا ما تركتوا شي ما قلتوا ما تركتوا ما عملتوا ولا تركتوا فكرة سيئة ما حكتوها للخارج عننا وانتوا كنتوا عم تضغطوا لعقوبات جماعية جماعية يعني ب300 350 تروحوا لمكان اخر وانتوا وعدتوا الناس انه بتكون جيبوا 50 نايب و60 نايب و80 نايب وبالتالي انتوا الى الحكم ونحن الى السجون وانتوا نزلتوا على الشارع سبيتونا واهلنا وامياتنا واطفال لو ما تركتوا شي ومقدساتنا انتوا ما تركتوا شي ما عملتوا ولا شي بالاخر فشلتوا نحنا لا عنا حقد ولا عنا كراهية بس اسمحوا لنا نقلكن انه انتوا فشلتوا انه انتوا فشلتوا خلص فشلتوا بعدون اياها بعد انتوا واضحة بس خليني اقول انه في كلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ستبث ساعة 8 ليلا عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة طبعا الو تي في ستكون بنقل مباشر لهذه الكلمة فإذا كلمة رئيس الجمهورية المتعلقة عبر وسائل الاعلام تاختم معك بداسة لك سؤال اخير بهذه الحلقة عن الدور السعودة عم نشوف هيك زيارات موسعة للسفير السعودة عم يتنقل بين المناطق عم يلتقى شخصيات ولفت جدا كانت زيارته للواء توني صليبة بعد قد مبارح أو قبل مبارح كان عنده بارح شو القصة شو قصة هذه الزيارات وليش مع اللواء توني صليبة اول شي مش لازم نستغرب لانه سعادة سفير سعودي يزور الكثير من الشخصيات السياسية والامنية في لبنان واراد أن يزور مدير عام امن الدولة اللواء توني صليبة وزاره وتباحث بامور تخص مديرية امن الدولة تحديدا بالعمل الامني المشترك والتنسيق المشترك بين سعودية ولبنان من خلال المدرية العامة لامن الدولة يعني اللي بتعلق بتهريب المخدرات تتابع اكتر للشبكة وايضا ببعض المساعدات يعني السعودية دايما في عندنا شغلة ايجابية هناك كثير من ايجابيات المملكة العربية السعودية دائما تتعاطم مع الدولة اللبنانية تحب ان تتعاطم مع الدولة اللبنانية هناك بعض الافريقاء السياسيين في لبنان يريدون اذا بدك الاستئثار بالمملكة العربية السعودية هذا الامر لا يعود بالخير لا لبنان ولا للسعودية وهذا امر طبيعي وكانت زيارة ناجحة وهناك زيارات اخرى سوف تتابع اي لانه السؤال لليش مش لازم نستغرب بس لانه البعض بحسب اللواء توني صليبة ضمن الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية مشان هيك تلفت بالقليلة من حيث الشكل يكون هذا اللقاء هون بالمضمون لما اسأل اللواء صليبة بحسب معلوماتك بحسب تحليلك انه في هيك يعني عودة السعودية الى لبنان ولا مثل ما بيروج البعض انه السعودية لن تعود الى لبنان طالما حزب الله لا يزال هالقد عنده قوة بالداخل اللبناني هل هي كانت جلسة طويلة نعم ودسمة ولكن انه بالنتيجة بتلمسي اهتمام سعودي مش العودة ما هني اساسا بلبنان ولكن هناك بعض المواقف السياسية بعدوا عننا شوية اليوم يريدون العودة ولكن مش الامور السياسية امنيا هذا ما يهمونا بالتنصيق لمصلحة البلدين بالجواب على سؤالك القسم الاول من سؤالك اذا بتسمحين نعم انه هناك من يحتسب او من يحسب اللواء صليبة على العهد او على رئيس الجمهورية نعم انه مش هيدا الامر الطبيعي مين رئيسه المباشر مين رئيسنا المباشر ومين هو القائد الاعلى لقوة المسلحة مدرية امن الدولة لا تخضع لسلطة وزير هيدا بدنا نوضحه نحن مدرية امن الدولة تخضع للمجلس الاعلى للدفاع اذا بدك نزيد عليها ونائبه دولة رئيس الحكم اي بس في كتير رؤسة اجهزة امنية عندهم غير ولاقات سياسية عندهم ولاقات سياسية ولكن انه بالمدرية العامة الامن الدولي لا تخضع لولاء سياسي تخضع للقانون ما ينظمه القانون يعني هذا امر طبيعي تنسيق مع رئيس الجمهورية هو رئيسهم المباشر اعرفتي كيف نعم انا بدأ شكرا كتير على حضورك معنا اليوم دكتور جوش حرب دكتور بالفلسفة السياسية شكرا كتير لألك مشاهدينا نحن وقتنا خلص نرجع من التقى بنشرة الساعة 8 الاربع الى اللقاء اشتركوا في القناة